برافو كريم عبد المحسن كالعادة المتقلق في الأخبار الخاصة تحديداً بهذا الاتجاه الاتحاد الكرة والمنتخب الوطني سؤال أخير أمين أيهما أفضل؟ فنياً بقى كارزمة قدرة على التعامل مع الإعلام والجمهور أسطورة تدريب الأهلي مانويل جوزيه أم أسطورة تدريب الزمالك حالياً في ريرة؟ سأختار مانويل جوزيه بناء على الاستمرارية أن مانويل جوزيه كان مش بس مدرب رائع بيحقق نتائج مبهرة وبيحقق فارق من أول توالي المسؤولية لأن مانويل جوزيه في أول موسم له مع الأهلي في 2001 فاز بدوري أبطال أفريقيا وفاز على الزمالك 6-1 وكان بينافس مع الإسماعيل على بطولة الدوري وده كان سبب رحيله وبعد كده الأهلي دخل في دوامة شبيهة باللي بيمر بيه دلوقتي لقد دوامت جو بونفرر وتوني أوليفيرا فراحوا المين رجع تاني وأنقذهم هو برضو مانويل جوزيه فمانويل جوزيه فضل مسيطر لفترة طويلة جداً على البطولات المحلية والبطولات القرية وكان عنده بقى سابق رصيد عند الجمهور كان عنده برضو سابق معرفة بالدور المصري وبظروف اللعيب المصري وبظروف المسابقة المصرية فنجح وكمل في الاستمرار فريرا لسه قبل ما نسأل السؤال أنا بقولك لو تخيل لو كان نكمل بعد 2015 كان ممكن يحقق ده وكان ساعة أقدر أختاره على حساب مانويل جوزيه بما أن ظروف الزمالك دايماً أصعب وبما أن الزمالك بيغير كتير والزمالك عنده مشاكل في التعامل مع الإدارة لكن لأن ده قعد واشتغل وشوفنا نجحاته وفي ولاية تالتة رجع برضو كم من نجحات فطبعاً هختاره أختار أنا على الجانب الآخر فريرا ليه بقى؟ ليه؟ لأنه أولاً طبعاً هي المقارنة على مستوى ما قدم مش منطقية لأنه ده قعد فترة طويلة وقدم بالتالي الكثير ده أكتر مدارب توجب للأهلي ببطولات لكن ده ما عادش السنة كامل للغاية دلوقتي يعني مجموعة الشهور سنة ونص تقريباً نص موسم في البداية ونص موسم في الولايات التالية لكن بتكلم بقى كمدير فني رقم واحد جوزيه بيتعامل مع إدارة الأهلي إدارة الأهلي الهادئة المستقرة اللي بتوفر لك كل حاجة واللي بتعرف تسيبك تشتغل في مناخ مثالي فريرا نجح في قنص بطولة الدوري في عهد السائر دائماً مرتضة منصور وقتها بل ولما مشي حافظ على أنه أنا عارف أنا ممكن أعمل إيه مع الفريدة تاني فريجي هتعامل مع نفس الشخص وأقنعه وأنك تقنع مرتضة منصور بسبب مكونات شخصية مرتضة منصور ده دليل على أنك عبقري في التعامل مش بس جوه الملعب بل خارج الملعب أنت أقنعت مرتضة وأمير اللي كان ساعتها بيتفرج عليك وانت بتدير في 2015 ودلوقتي يصمم سبع سنين ويجيبك فجابك فعرف تقنعه أن أنت الحل فأقنع ورقم اثنين جوزي تعمل مع مجموعة من عملقة الكرة المصرية اللي الحد النهاردة بنقول فين أيامكم بعكس فريرة اللي تعمل مع جيل كان لسه جي السنادي للزمارك في 2015 فهو عمل لعيبة عمل فريق ده غير أنه جي بعد كده بقوام مختلف بإمكانيات أقل بكتير برحيل بظروف بعمل عقيد وبرضه عارف يعمل فريق يتوج ببطولة كاس ويقترب جدا من تحقيق بطولة دوري الاثنين بالنسبة لي نموذج في التعامل مع الإعلام وإن كان ده أهدى بيعرف يبعد العدوات عنه وده بيحب العدوات بداية الإعلام لكن برضه زكي جدا الاثنين في التعامل مع الجمهور كارزمة كارزمة لا يخلي الجمهور يمشي وراء وإعمل اللي أنت عايز وانا معاك لكن في الآخر الاثنين دورات من مكاسب دخول اللي دخلت الكرة المصرية وإن كنت أنا بشوف فريرة طبعا كمان إلى جانب تاريخ ده ونجاحه في خارج مصر أكتر بكتير من جوزي بس نحن دلوقتي بنتكلم عن هو جوزي برضه نجح يعني جوزي نجح في بنفيكا قبل ما ييجي الأهلي وكان اسم كبير في برتغال قبل ما ييجي الأهلي برضه الناس أحيانا بتظلمه إنه بتقايم تبرك مع التحاد جدة ومع أنجولة لكن في النهاية برضه حجم المنافسة أنا بشوف إن حجم المنافسة في فترة جوزي حتى لو كان الأهلي قادر أنه يضم أسماء كبيرة وصفقات كبيرة الزمالك كان أفضل حالا وبقيت فرقة دوري طبعا وبقيت الفرقة لأن الخارق في الحالا أمير عبد الحليم نورتني شرفتني ودايما موفق بإذن الله